انتشار امني مكثف في شوارع البصرة كجزء من خطة حكومية لبسط الامن وضبط الحدود الانتشار تركز على مناطق وشوارع رئيسية تنفيذا لوعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امام متظاهر الحراك الشعبي في البصرة بملاحقة جماعة السلاح المنفلت وقتلت ناشطين من الحراك سوف نلاحق كل المجرمين وعود اسفرت عن تهدئة الحراك ولو بشكل مؤقت بعد القاء القبض على عناصر يشتبه بضلوعهم في عمليات قتل وخطف لناشطين خلال الفترة الماضية الخطة الامنية في البصرة تهدف ايضا الى حماية المؤسسات الحكومية وتأمين البنى التحتية في المحافظة بالاضافة الى نشر نقاط تفتيش لبسط الامن واخرى على الحدود ومناطق محيطة لمنع التهريب ودخول مواد مخدرة يذكر ان البصرة شهدت خلال الايام القليلة الماضية غضبا شعبيا عبر عنه محتجون في حرق وهدم مقرات الاحزاب المتنفذة في البلاد وميليشيات موالية لايران ابرزها مقرات منظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب اهل الحق وهدم منزل مسؤول ميليشيا حزب الله العراقية